قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع كذلك جماعة برضو من الاحكام المهمة انه الانسان يعمل الاسباب الشرعية والاسباب الكونية حتى لا يصاب بمثل هذه الادواب بإذن الله تعالى من الاسباب الكونية اللي هي الاتباع التعليمات على طباء واتباع تعليمات وزارة الصحة كما أصدرت بيان وزارة الصحة عندنا بالسودان الوزير أصدر بيان جزاو الله خير فالناس اتبعوا هذه التعليمات جيدا لأنه في النهاية بالصوفي صالح الشعوب والأمم أما الاسباب الشرعية مثل ما ذكرنا من حكام شرعية ونضيف زي الأذكار التي تحمل الإنسان من هذه الأوبية وهذه الأدواء المميتة منها مثلا نذكر الصباح والمساء النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بين أنه من قرأ صورة قلو الله حتى ثلاثة مرات كاملة وصورة الفلق ثلاثة وصورة الناس ثلاثة مرات الصباح والمساء قال فإنها تكفيك من كل شيء ومعنى تكفيك من كل شيء يعني تكفيك من كل شيء يضرك وتكفيك في جلب كل خير ينفعك يعني كن سبب في جلب كل الخير وسبب كذلك قراءتها في دفع كل الشر فالبيقول الأذكار دي ما بيصيب شيء كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال عوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين الآخرتين من البقرة وهي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين آخر آيتين من صورة البقرة قال من قرأ بهما في ليلة كفتاه كما عند أبي داود بإسناد صحيح كفتاه يعني كفتاه من كل شر وكفتاه في جلب كل خير فالبلتزم بمثل هذه الأذكار وغيرها ما يصيب شيء وأيضا من الأذكار قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاثة مرات يعني ثلاثة مرات تقول الصباح وثلاثة مرات تقول المساء قال لم يضره شيء والإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال مما عرف الحديث دا حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بالكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك قال ما مشيت مكان إلا قدت الزكرة قال في يوم من الأيام مشيت مكان ولدغتني عقرب قال فتفكرت في نفسي قال فوجدت أني نسيت أن أقول حينما نزلت إلى هذا المكان وهذا المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فالبقول هذه الأذكار الصحيحة النبوية ما يصيبوا شيء وده فيه رد على الصوفية لأن الصوفية ما بيعتقدوا في الأذكار الصحيحة دي إنما عندهم أذكار باطلة زي التجانية مثلا عندهم ذكر اسمه صلاة الفاتح وده كلام ما عنده علاقة بالكتاب والسنة نجروا من رأسهم براهم أو بيعتقدوا في حجبات وتمايم زي ما الآن طلعوا لهم حجاب قالوا ده حجاب بتاع الكورونا ونشروا في النت للسادة الصوفية للأسف الشديد بدل ما الابتلاءات والأوبيا دي تكون سبب في أن ترجعهم لأله وللعقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيد في ناس لسا دارين يشركوا بالله الحجبات دي اللي يسمى تماما في الشريعة دي شرك ولا بتحميك من كورونا ولا بتحميك من أي بلاء بل هي ذات هي أساس البلاء لأن الحجبات دي شرك بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك رأوه الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر بإسنان صحيح وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم تمائم جمعي تميمة هو الحجاب ده ذاته والتولى شرك فدي كل شرك بالله عز وجل هذه التمائم والحجبات فمطلعين وقالوا ده يعني بغاية من هذا المرض وعن الشيوخهم ذاتهم بمرضوا وحدين بمشوا يتعالجوا في أسبانيا يزرك طيبة وحد طفش مشى دعالج في لوردن وجاء عيان ومشى مصر وجاء عيان في النهاية مات بسبب الحصوى وهو البرعي وغيرهم فالواقع يكذب هؤلاء وكذلك الشرع يكذب صنيع هؤلاء المتصوف وغيرهم من أهل الفساد ودعاة الشرك والوثنية جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا شكرا للمشاهدة